أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحمده سبحانه على جزيل إحسانه ونواله وأشكره على جميل إنعامه وإفضاله فله الحمد على أسمائه الحسنة وصفات كماله ونعوت جلاله وله الحمد على عدله قدرا وشرعا وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلي الكبير تعالى في ربوبيته عن الشريك والنظير وتقدس في أحديته وصمديته عن الوالدة والوالد والولد والولد والولي والنصير وتنزه في سلطان قهره وغناه عن المعين والمغالب والمجير والمشير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله هذا خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم وهذا هو يوم الحج الأكبر وهذا هو يوم عيد الأضحى الأكبر اجتمعت هذه الأسماء في مسمى واحد وهذا يجعلنا نتفكر قليلا في عظم هذا اليوم الكريم لا بد أن نتأمل هذا هذا يوم ادخرها الله تعالى لهذه الأمة وأكرمهم بها وجمع عليهم هذه الخيرات جميعا فهذا من فضله تبارك وتعالى إن هذه الأيام المباركة لتضفي علينا أمورا ينبغي أن نحسها وتضلنا بظلال ليتانا أن نقف تحتها هذه الظلال أيها الأحبة ينبغي أن تذكرنا شيئا أما شعرتم أن التكبير الذي بدأتم به هو شعار العيد أما شعرتم أن هذا التكبير كان هو نفس الشعار في العيد الذي سبقه أما تأملتم أن التكبير هو شعار الحاج إلى بيت الله مع التلبية ما هي المناسبة في ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول فيما تعلق برمضان بعدما ذكر صيام رمضان قال وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَقَالَ فِي شَأْنِ هَذَا الْعِدِ أَيْضًا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ما علاقة التكبير بالعيد؟ ينبغي أن نراجع أموراً معينة في دقائق معدودة لعل الله تعالى أن ينفع بذلك التكبير شيء عظيم ليس التكبير هو ما تلوكه الألسنة وما يتكلم به الناس بلسان فحسب ينبغي أن تتسع دائرة معلوماتنا التكبير ليس هو مجرد الكلام بل إن مجرد الكلام قد لا يكون له قيمة كبيرة إذا لم يواطئه القلب لابد أن يوطواطأ القلب مع اللسان حتى يفقه التكبير هو تعبيرك عن تكبير الله تعالى ولهذا جعله الله تعالى شعاراً لهذه الأيام المباركة بل جعله شعاراً للعبادات الهامة فإن الصلاة إنما تفتتح بالتكبير إذا دخلت إلى الصلاة قلت الله أكبر فما معنى هذا التكبير ما معنى هذا التكبير أيها الأحبة إنك تعلن إذعانك للكبير للكبير المتعالي سبحانه الذي وصف نفسه بأنه الكبير وأن له الكبرياء كما قال الله تعالى ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقال سبحانه وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هل أحسست أن قولك الله أكبر يعني هذا الإذعان ويعني هذا المعنى هل أحسست أنك تذعن الآن لكبرياءه هل أحسست أنك تذعن لعظمته إنك تحتاج إلى أن تشاهد عدة مشاهد بقلبك أول هذه المشاهد في هذا المشهد المهيب الكبير ينبغي أن تشاهد عظمة الله تبارك وتعالى وأن تشاهد كبره وكبرياءه فهو الذي وصف نفسه في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى أبو داود وأحمد قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه في حديث قدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني ذلك قذفته في النار على إحدى الروايات لابد أن نفقه لماذا نبدأ هذه الخطبة ونبدأ هذا المشعر ويبدأ الحجاج هناك كل أفعالهم بهذا التكبير حتى إنهم سيرمون بعد قليل وربما سيرمون بعد قليل بل ربما رموا الآن يرمون كل حصات وكل جمرة وهم يكبرون شعارهم التكبير والله معهم كما قال ابن القيم رحمه الله ينبغي أن نعيش معنا عظمة ربنا تبارك وتعالى إن ربنا سبحانه يتصف بالعظمة المطلقة وبالكبرياء المطلق الذي ينبغي أن لا يغيب لحظة عن قلوب أوليائه وعن قلوب المؤمنين به فإذا ما تواطأ هذا الاعتقاد مع اللسان كان ما يصلح به الله تعالى هذه الأحوال كلها الله تعالى هو العظيم ومن عظمته عظمة مخلوقاته نحن لا نستطيع أن نقدر عظمته ولا أن نقدر كبرياءه لأن ما جاءنا من ذلك وما تدركه عقولنا يند عن أن يحصر لا يستطيع أحد أن يحصي ذلك على الله تعالى الله تعالى قد ذكر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بل ذكر هذا في كتابه قال الله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أرأيت هذه العظمة السماوات تطوى بيمينه سبحانه الأرض التي يتنازع الناس على شبر منها شبر قد يضيع حال الأسرة كلها الأخ لا يكلم أخا حتى في العيد لو دخل من هذا الجانب فوجد أخاه لانتظر قليلا أو أبعد قليلا أو أبعد منه ولا يريد أن يراه لماذا؟ لشبر أرض يختلفون عليه الأرض كلها ما هو أزنها؟ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض أحاديثه من حديث ابن عباس ومن غيره رضي الله عنهم جميعا أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم للسماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن انتبهوا أيها الأحبة حتى تعلموا هذا له فائدة عظيمة نحن لا نقول مجرد كلمات نحن نريد أن نترجم هذا إلى أرض الواقع إذا علمت أن ربك الذي تعبده هو الكبير يعني الذي تكبره تقول الله أكبر يعني أكبر من كل شيء فهل تفقوا هذا المعنى؟ وهل يؤثر عليك؟ أم أنه أكبر هنا في المصلة؟ ثم إذا خرجنا انتهى الأمر نحتاج إلى أن نراجع هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم هل تأملتم هذا المعنى؟ هذا معنى عظيم أنت تقول السماوات السبع هل تظنون أنه يعني بهذا هذه السماء التي نراها؟ هذه السماء الزرقاء؟ السماء الزرقاء هذه أيها الأحبة ما هي إلا قشرة دنيا من السماء الأولى وإلا فالسماء الأولى أما سمعتم بالكواكب؟ أما سمعتم بمن ذهبوا إلى الأقمار؟ أما سمعتم بالمشتري وعطارد وزوحل وبلوتو؟ كل هؤلاء هذه السماء الأولى ليست هذه السماء الأولى هذه جزء من السماء الأولى طيب سمعتم أن هذا الكون فيه عدد كبير من المجرات التي فيها ملايين الشموس كشمسنا ملايين المجرات فيها ملايين الشموس فيها ملايين الكواكب التي كالأرض كل هذا هذا هو السماء الدنيا ليست هذه السماوات العولى هذه السماء الدنيا وحدها ومسيرة السماء خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام كل هذا إلى أن تصعد إلى أين هل تذكرون ما حصل أيها الأحبة قبل عدة أيام فقط حينما صعد أحد الناس إلى خارج الغلاف الغازي وهذا رأاه الناس جميعا بل كان يراه ملايين ملايين يتابعون هذا على الهواء مباشرة هذا الرجل لما صعد إلى مكان ليس بالبعيد مطلقا إنما هو فقط تجاوز الغلاف الغازي بثمانية وثلاثين كيلو مترا يعني إيه يعني ليس هذا شيئا فيما نقوله لما صعد إذا هذا الموضع وهذا هو محل الشاهدي لمن رأى منكم هذه الصورة أما رأيتم وأما ذكرتم صورته وهو على الباب يقف ويريد أن يهبط حينئذ هبوطا حرا من هذا المكان البعيد نسبيا بالنسبة لهم لما رأيت هذا المنظر ورأيت أن الكاميرا قد جاءت به من خلفه وهو يرى الأرض كلها أمام عينيه كأنك جئت بكرة وضعتها أمام عينك لا ترى شيئا بعدها لكنك ترى أولها وترى آخرها أي موضع هذا؟ أي موضع هذا الذي وصل إليه؟ والله الذي لا إله غيره لما وقف على باب مركبته وأراد أن يسقط وهو يرى هذا قلت سبحان الله يرى هذه الأرض الكبيرة يرى أحوالها يرى أطرافها يرى أولها وأخرها في موضع واحد يرى ذلك وهو يقف قبل أن يهبط والله قلت لمن كان معي قلت الآن سيشهد والله قلت الآن سيشهد سيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه لم يفعل ذلك لم يفعل ذلك لأن الكريم المنان البر الرحيم لم يتناوله عطفه ولم تتناوله رحمته حينئذ وقد كان هذا لو أنه عقل لعلم أن هذا الكون الكبير الفسيح الأرض كلها يراها أمامه وهو خلوا لكم لسه مطلعش حاجة 38 كيلو يعني أي 38 كيلو نحن نتكلم في مسيرة 500 عام سنين ضوئية تقطعها الضوء في سنوات حتى يتجاوز مكاناً واحداً كل هذا وقف ثم إذا به يسقط هذا السقوط الحر فلما رأيته يسقط هذا السقوط الحر قلت سبحان الله الجماعة على الأرض كلهم منتظرون كل واحد وضع يده على قلبه لم يعتمدوا على علمهم لماذا؟ لأن العلم لمدخل له في هذا الموضع هنا يسقط السقوط الحر لا يتحكم فيه إلا ربه لا يتحكم فيه إلا مولاه وألقوا إلى الله يومئذ السلم أين هي علومهم؟ لا علوم ليس هناك علوم وليس هناك تدخلات كما أن أحداً لا يتدخل في حركة الكواكب ومسير الأفلاك كل واحد مذعن هنا يلقون جميعاً السلم صار كالريشة في مهب الريح إلى أن سقطه ونزل إلى الغلاف الغازي ثم إذا به يفتح هذا الذي يفتح بسموه إيه عندكم؟ ذكروني نستوني المظلة يفتح هذه المظلة فينزل بها فإذا به ينزل أولاً على رجليه ثم إذا به ينزل على ركبتيه قلت الآن سيسجد والله قلت هيا سجد جلس على ركبتيه ظننت أنه سيسجد لكنه لم يفعل ذلك لماذا لم يفعل ذلك؟ لأن الله تعالى لم يرد بره الخاص به لم يرد بره الذي أبرك أنت به فهل تأملت بر الله في أن هداك أنت؟ وما رأيت هذا المنظر؟ فما بالك لو صعدت أنت إلى هذا المكان؟ ماذا سيكون حالك؟ هذه مسائل تحتاج ينبغي أن تتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى حينما تسمع بعد ذلك أن الله قال ينبغي تعرف من الذي قال؟ الله الكبير الكبير المتعال الكبير العظيم وهو العلي العظيم الله تبارك وتعالى إذا تكلم في السماوات بأمره فإن الملائكة يغشى عليها من فرقه وخوفه تبارك وتعالى كما جاء هذا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي فيه قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق لا يعرفون ماذا قال الله فيسأل أهل السماء الآخرة أهل التي قبلها ماذا قال الله أغشي عليهم من خشيته أغشي عليهم من عظمته لأنه الكبير انظر كيف ختم الآية قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولأنه الكبير ما استطاع أحد أن يقف ما استطاع أحد أن يقف لعظمته تبارك وتعالى ينبغي عليك أن تشاهد مشهد عظمته إنه العظيم الذي خلق هذا الكون الفسيح الذي نعيش نحن على جزء يسير لا يكاد يرى الذين ينازعون الله تعالى حقوقه الذين لا يعجبهم كلام الله ويتعاملون معه على أنه ككلام البشر أين هم؟ ما هي أطوالهم؟ ليقوم الواحد منهم يري الله نفسه؟ هل سيظهر هذا؟ لو كان ذاك الرجل الذي على طرف الغلاف الغازي هل كان سيراه لو أقف؟ هل سيظهر له طول؟ أين هو المعترض على ربه تبارك وتعالى؟ هل له طول؟ يرنا طوله؟ هيؤف الدم ربنا؟ ما هو وزنه؟ هل هو يظهر على وجه العرض أصلا؟ هو أنت باين؟ هم اللي مش عقبهم كلام ربنا دول بينين؟ هم فين؟ هل يقفون الآن؟ الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في كفه تبارك وتعالى كالخردلة الله تعالى أخبر هذا في كتابه قال الله تبارك وتعالى واسع كرسيه السماوات والأرض قال ابن عباس رضي الله عنهم السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة من قاتم بأرض فلا عارفين الكلام ده يعني إيه؟ كلام ده خطير واحد يقول لك أيوة صح أنا حاسس به لكن خلي بالك الكلام ده سيستتبع أمورا كبيرة مهم جدا أن نعلمها ومهم في العيد أن تعلمها ومهم هناك في الحج أن يعلمها إذا غابت هذه المشاهد عن عن الذي يعيش على وجه الأرض والذي في الحج الآن ما فيش قضية أن الحج راح والحج رجع حج راح والحج رجع هذه لا تنفع لكن هل يحج؟ الناس جميعا يقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا كلام حق لكن كل من يحج حج هل كل من يحج يكون حاجا؟ أي حج هذا؟ أي حج لمن لا يعظم؟ والله تعالى إنما ذكر التعظيم في معرض كلامه عن الحج قال الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله انتبه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال سبحانه ومن يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه ينبغي أن تشهد مشهد التعظيم السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا لما ترمي دبلة عارفين الدبلة؟ لو رميت الدبلة هذه أو قطعة المعدن الصغيرة لو رميتها في الصحراء الشاسعة أي وزن لها؟ وأي مقياس لها؟ وأي نسبة لها؟ هذه نسبتها إلى الكرسي والكرسي في العرش كحلقة بأرض فلاه وهذه كلها مخلوقاته فكيف بكمال ذاته؟ وكيف بعظمته وكبريائه سبحانه؟ كيف بهذا؟ هل تأملت هذا المعنى؟ الكبير العظيم إذا قيل لك قال فهو قول الكبير الناس معتدون على هذا الناس معتدون على أن قول الكبير يسير على رؤوس الناس جميعا يقولون هذا كبير العائلة فإذا كان هذا هو الكبير فإن كلامه هو الذي يمشي هذا معنى مهم من معنى الكبير إذا قضى بشيء معين حتى لو لم يرضى الناس قضاءه الكبير المنطقة إذا قضى فالجميع يعودوا إلى قوله لا يجدون مخرجا بل حتى البلطقية يا جماعة البلطقية لو لهم كبير الكبير لو قال فلان يتأتل وهم ما قاعدين هيتلوه وخالصت ومحدش هيزعل ومحدش هيعترض لماذا؟ لأنه حكم الكبير هو الكبير هو الذي يقول ولا يرد أحد قوله هل تأملت معاني العظمة أولا إذا كان الله تعالى بهذه العظمة التي عرفت عشر معشار ما يمكن أن يعرفه الإنسان منها لابد أن تشهد مشهدا ثانيا آخر وهو مشهد غناه سبحانه وتعالى هم ثلاث مواضيع متعلقين ببعض لو فهمتهم بهذا الترتيب ستستفيد إفادة عظيمة إن شاء الله تعالى المشهد الثاني مشهد غناه سبحانه وتعالى غناه عن كل شيء فهو الغني وحده والعجيب أيضا كما ذكرنا أن مشهد العظمة مرتبط في كتاب الله بالحج أيضا مشهد الغنى مرتبط بالحج قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبعدين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إذن لابد أن تشهد مشهد الغنى في هذا المعنى مشهد الغنى خلاصته أن تعرف أن الله تبارك وتعالى هو الغني عن كل أحد لا يحتاج إلى أحد هو الغني وحده وكل خلقه فقراء إليه محتاجون إليه لا يستطيعون أن تقوم لهم قائمة دون أن يلجأوا إليه سبحانه وغناه تبارك وتعالى ليس كما يظن الناس أنه غنا بسبب أن الناس محتاجون إليه هذا ليس صحيحا ليس هذا سببا وإنما هذا دليل وأما غناه تبارك وتعالى فهو غنا ذاتي غناه ذاتي كما أن فقرك إليه ذاتي إياك أن تتخيل أن فقرك إليه يعني حاجتك فقط إليه ولولا أنك محتاج لكنت غنيا هذا ليس صحيحا مجرد أنك مخلوق فضرورة اللفظ تقتضي أنك فقير وأنك محتاج وليست هذه سببا ليكون هو غنيا بل الفقر فيك ذاتي والغنى له ذاتي والفقر لي وصف دائم أبدا كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى لا يفتقر الأمر أن تكون محتاجا يعني لو ما بيتش محتاج خلاص لا ليس كذلك طالما أنك مخلوق فأنت محتاج إليه وهو سبحانه وتعالى هو الغني عنك غني عنك ولا يريد منك شيئا ولا يحتاج منك شيئا ومع هذا فهو يكرمك ويعطيك ويبرك ويحسن إليك ويزدي إليك نعماء أنت إلى من تزدي نعماءك إلى من تعطي أنت تعطي في الغالب من سيرتد عليك من إعطائه شيء وإلا لو لم تكن لك مصلحة ربما ما أعطيت طب الله أخبرني إذا كان هو الغني عن العالمين فلماذا يعطي يعطي لماذا إذا كان غنيا هو لا ينتظر منك شيئا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا إذن تقررت عظمته وتقرر غناه ومع ذلك يأتي هذا العظيم وهذا الغني يتخذ خلقا من خلقه هم فقراء بالضرورة كما قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يأتي إلى فقراء من خلقه فيتخذ منهم أولياء ويسجد لأبيهم ملائكته المقربين الذين هم لا يفترون عن ذكر الله تعالى وتسبيحه يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيأتي يقدمك أنت ويقدم أباك أنت أنت المخلوق من ضعف أنت الفقير بالضرورة إليه فيجعلك أنت إذا كنت مؤمنا المؤمن المطلق مقدم عند الله حتى على الملائكة على القول الراجح عند أهل العلم يقدمك ويسجد لأبيك ملائكته الملائكة الذين لا يعصون نعم يسجدهم لأبيك آدم ثم لما عداه إبليس طرده عن رحمته وأخرجه من جنته لأجل أبيك أنت تذكر هذا المعنى فإنه مهم لما سيأتي وعاد إبليس من أجل أبيك وكتب عدوته على الخلق جميعا كل من أراد أن يكون طائعا لله لابد أن يكون عدوا لهذا الإبليس كل ذلك لماذا لأنه لم يسجد لم يسجد لأبيك آدم وتعد على أبيك آدم فاتخذك الله وليا واتخذ من أوليائه أو من الإنس أولياء واتخذ منهم رسلا يرسلهم ويرسل إليهم ويبعث إليهم بشريعته الغراء السمحة التي يدل بها على طريق الجنة ولم يكن هذا واجبا على الله أن يفعله كان يمكن أن يترك الناس للنظر والاستدلال كان يمكن أن يترك الناس فلو تأمل أحدهم السماوات لا آمن لكن الله تعالى لم يتركهم لذلك بل أرسل رسله وقرب هذا النوع الإنساني الذي كرمه على جميع الخلق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا كان المتقرر بعد هذا أن آتي لك القصة من أولها لأن هذه طريقة القرآن طريقة القرآن أن ترجعك إلى بداية الخلق حتى تفهم ما يحصل حولك وحتى لا تفصل واقعك عن تاريخك القديم كان المتقرر أن يطيع أن يطيع الخلق الذين كرمهم الله أن يطيعوا أوامر الكبير العظيم فإنه لو جاءهم أمر ممن هو أعلى منهم رتبة لعظم له وقال سمعا وطاعة لأن رتبة أعلى منه وإن كان هو قد يكون خيرا منه وإن كان من نفس جنسه فإذا كان الأمر من الملك الحق الذي عليه الذي عليه توكل العباد جميعا والذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها ولا يقضي حوائجها إلا هو كان المتقرر أن يطيع الناس أوامره إذا قيل هذا قول الله قالوا سمعا وطاعة يا رب وهل لنا مدخل وهل لنا كلام مع كلام الله ده كان المتقرر فما الذي حدث دار العدو الذي عاداه الله من أجلك دار عليك وأتاك من باب آخر وأفسد علاقتك بسيدك أكبر مشكلة أن الناس لا يعيشون حقيقة دهامة وإي أنهم عباد وأنهم مملوكون لسيدهم وإلا لو فهموا هذا المعنى لتغيرت أحوالهم السيد كان في العهد القديم له على العبد حقوق إذا جاء بالعبد اشتراه بحر ماله ثم علمه صنعه وأرسله ليعمل لا يأنف العبد أبدا أن يعمل طوال النهار ثم يأتي بعد ذلك لسيده بالمال الذي عمل به كله يأتيه بكل المال ولا تتطلع نفسه أبدا إلى أن يأخذ شيئا من هذا المال هو تربى على كده وهو يرضع من ثدي أمه أفهمته أننا عبيد وأن هؤلاء أسيادنا وأن شغلتنا في الحياة أن نطيع أوامرهم فالرجل طالع على هذا وليس عنده مشكلة لما دار العدو على ابن آدم ودخل له استطاع أن يأخذه وأن يجعله يعصي أوامر الله الملك الحق الذي كان ينبغي أن تطاع أوامره فلما أطاع لما أطاع شيطانه وجاء إلى الطريق الذي كان ينبغي أن يعاديه حينئذ استجلب غضب الله أو غضب سيده وسخطه مع أن سيده لما خلقه خلقه من أجل أن يرحمه فاستجلب شيئا على خلاف ما هو أهله استجلب غضبه وأهله والرحمة والمغفرة افهموا هذا المعنى فإنه دقيق هذا معنى مهم إذا أردت أن تفهم هذا المعنى فافهم هذه الجزئية التي يعرفها الناس جميعا يقولون هرب رجل من سيده فلما كان بنواحي المدينة رأى بابا يفتح وطفلا يصرخ باب تفتح وطفل يصرخ وامرأة خلف هذا الطفل هي أمه تطرده وهو يبكي وخرج مغاضبا فأغلقت الباب عليه لما أغلقت الباب قالت لا أريدك بعد ذلك فلما خرجت ولما خرج الولد وأغلق الباب مضى الولد بعيدا ثم إنه تأمل قال أين سأذهب وأنا طفل صغير إلى أي مكان سأذهب هل يمكنني أن أذهب إلى مكان يحافظ علي فيه أحد من الذي سيكلأني برعايته لو رحتها روح منها فين واللي رجع لها أحسن هذا معنى مهم فرجع هذا بعد هنيهة رجع فدق الباب ففتحت له أمه لا تستغربوا من هذا المثال ولا يردن على خاطر أحدكم شيء سأوضح هذا ثم إنه دق الباب ففتحت له قالت له إلى أين كنت تذهب إلى أين كنت تذهب هل هناك مكان يؤويك لماذا حملتني على أن أفعل بك على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك زي ما تمسك ابنك الصغير تقول له يا ابني ليه بتخلينا أضرابك يا ابني أنا مش حاوز أضرابك فأنت بتقول له ليه بتخلينا أضربك أنت كاره لهذا فكان هذا الولد وإما أن يعود وإما أن لا يعود فاختار أن يعود هكذا العبد إذا استغربت من المثال فانظر إلى قول هذه الأم لماذا حملتني على خلاف ما جبلت عليه من رحمتك وانظر وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تأخذ بولدها الذي افتقدته في الأسر قال لله أشد رحمة بهذه لله أشد رحمة بكم من هذه الأم بولدها وأين رحمة الوالدة من رحمة أرحم الراحمين العبد الذي أبق ينبغي أن تعيش وهذا آخر المشاهد ينبغي أن تعيش مشهد العبد الذي أبق سيده أمره فلم يعتمر هارب من سيده فضل يجري هربان يريد أن يذهب إلى مكان لا يقدر عليه فيه سيده وذهب إلى أعداء سيده وماكث عندهم ثم إذا هو به يتأمل يقول إلى أين سأذهب إلى أي مكان سأذهب سيدي المآل إليه ولا غنى لي عنه سأرجع إليه حتما إذا لم يكن الآن سأرجع فيما بعد وإن لم أرجع عنه سأرجع رغما عني وإذا أرجعوني رغما عني سيقطعونني عربا لماذا لا أرجع إليه الآن ثم إذا به يتذكر بره وإحسانه ولطفه به فيقول لا أنا سأرجع إليه أنا عارف صفاته أنا عارف سيدي أول ما أدخل عليه أنا عارف أنه هيسمحني أنا عارف أنه سيرجع عن عقوبتي لا بد أن تعيش مشهد العبد الآبق إذا لم تسافر إلى الحج وأنت عبد آبق لن تحج لن تحج الحج المراد إذا لم تكن عبدا آبقا العبد الآبق شأنه إذا سمع أن سيده قال سأسمح لكل عبيدي أن يزوروني في بيتي ومن أتاني في بيتي فإنني أعفو عنه وأسامحه فيما بدر منه العبد اللي خايف على نفسه من تراجع راجع ما هو لو فيه طريق روح إذا تقدر تروح في أي مكان روح لكن ما عندكش طريق ستعود إلي حتما إذا لم تعد عند هذا السن ستعود بطريقة أخرى المهم إنك ميت وإنهم ميتون لا بد أنك تعود إذن لأرجع الآن إلي خلينا تأخر وأنا أعرف من بره سأعود أيها الأحبة هذا هو الفرق بين العبد المطيع والعبد الآبق ليس هناك فرق إياك أن تظن أن الفرق أن هذا يصلي قيام الليل والآخر لا يصلي هذه مراتب أخرى لكن الفرق الحقيقي والمحك الرئيس أنك تقول يا رب أنا عرفت غلطتي وراجع والتاني ألا أنا أروح فين دانا لو رجعت سأقطع فلن أعود طب لن أتعود إلى مات لحد إمتى مش هترجع منت لازم راجع إذا كنت لابد راجعا فلترجع الآن قبل أن ترجعك الملائكة يضربون الوجوه والأدبار إذا كنت سترجع ارجع من الآن إذا سافرت إلى الحج بهذه الطريقة ستحس أن الحج له طعم آخر ستحس أن الحج موضوع آخر أن الذي أنت مقصر في حقه وأنت مستأمن على ماله والمال له وأنت تضيع يمينا وسمالا وتحابي به الناس تحابي منه شمال عمل تصرف بتدي بس لله يعود عليك منه مصلحة هذه طريقتك في التصرف في مال الله الذي آتاك فإذا ذهبت وعلمت بفضل الملك سبحانه وتعالى وفتح لك أبوابه هنا سيأتيك باب الانقياد هنا سيأتيك باب الانقياد ستنقاد إليه تقول أفعل ما يريد بس المهم يغفر لي ليه أنا بقول كده لأن كده كده خلاص ده راجع راجع يعمل كل ما يريده سأفعله فإذا قيل له يا عبدي يا أبق وإنت بعيد اخلع ثيابك يقول حاضر هخلعها إياك أن تتجاوز الميقات قبل أن تخلع حاضر سأخلعها ويدخل وكلما فتح له باب قيل له قف عندك إذا فتح لك باب القصر حتى تأتي سيدك لتتمرغ على عتباته وتقبل عتباته وتفترش ثرى عتباته فهذا بداية فضله يفتح لك أول حاجة تروح تمرغ أنفك في التراب تقبل الحجر الذي لا ينفع ولا يضر لأنه بمثابة عتبت الباب فإذا ما عتيته وأنت بهذه لايئة أكرمك وفتح لك بابا آخر فقال أسمح لك أن تسعى بين الصفا والمروة فإذا فعلت فتح لك بابا آخر وهكذا تدخل على سيدك الذي هربت منه يفتح لك باب بعد باب ثم إذا خرجت إلى عرفات كما خرج حجاجنا بالأمس كان هذا هو المشهد الرهيب كان هذا هو الفرصة الكبيرة التي يمن فيها من تذكرت عظمته رقم واحد وتذكرت غناه وتذكرت حقه عليك ثم إذا به يفتح الأبواب لك يقول أسمح لكم أن تبقوا في هذه البقعة واسألوني ما شئتم وسأغفر لكم هم بيعملوا أي يعني بيعملوا ما هو واجب عليهم لكن انظر فيما يقابلهم يباهي بهم ملائكته يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا انظروا إلى عبادي أشهدكم أني غفرت لهم وما رؤي الشيطان في مجلس أحقر ولا أذل من هذا الموقف لأن الله تعالى قد هدم بنيانه هو ظل يحكم بنيانه سنوات وإذا بالله تعالى يهدم له بنيانه في لحظة واحدة الشيطان عمل كل لو عوز معاك لكنك رجعت من وسط الطريق وتنبهت إلى مكانك فلما صعدت هناك جاءك هذا المشهد هو مشهد التوبة لماذا يتوب لماذا يتوب عليك ألم تفعل الذي فعلته طب ليبي توب هذه صفة ذاته هذه أوصافه التي تستدعي منك أن تحبه مع تقصيرك فلا رجاء لك إلا فيه ولا عودة لك إلا به الله تبارك وتعالى في هذا الصعيد يباهي ملائكته بالله بالله يا جماعة هل يليق في هذا المقام أن يكون بعض المسلمين عندهم فرشة وشيشة وبشرابوا شيشة وهم في أرض عرفات هل هذا حج هل هذا حج يا جماعة الحج وده ده أنت عبد آبق هو ينفع العبد الآبق يروح كل اللي همه لما يرجع يوصف لهم في الفنادق وفي الشوارع وفي الأنفاء وفي الخدمات والخمس نجوم والأربع نجوم هذا حاله العبد الآبق عبد آبق بيعمل كده العبد الآبق إذا فتح له سيده بابه هل يدخل فينظر في التحف يعني يمسح في التحف يقولوا الله ده الصورة دي جميلة والصورة دي حلوة واخد لي منظر هنا واخد لي منظر هناك أيها إباقين هذا مش حاسس أنه آبق ده فكر نفسه رايح حفلة مش حاسس أنه هربان مش حاسس أنه راجع إليه هذا المعنى مهم جدا مع عظمته ومع غناه فإنه يتوب لماذا يتوب؟ بل يفرح بك إن العبد إذا آمن وإذا تاب وعاد إلى الله فرح الله به فرحا شديدا كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة العبد من ذاك الرجل الذي لما ضاعت رحلة عليه طعامه وشرابه ثم وجده بعد أن أيقن الإياس ورأى أنه ميت لا محالة وجد راحلته أي إحساس هذا؟ قال من شدة الفرح من شدة الفرح تلقبط ودايما الفرح بيعمل غلط عشان تبقوا عارفين هو الناس اللي بتعمل غلط في الأفراح عشان بيفرحوا زيادة عاوز أفرح بالولد ده الوضع الوحيد عشاني أخدم ربنا من فوق سبع سماوات يغلط ليه من شدة الفرح الفرح يدخلك في الباب ده فإذا زاد الفرح عن الحد الشرعي أدخلك في مشكلة المهم إن هذا العبد قال اللهم أنت ربي بدل ما يقول أنت ربي غلط قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك نطق بكفر لكنه لا يقصد ذلك أخطأ من شدة الفرح قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبتك من هذا الرجل طب أسعلكم أنا سؤالا لماذا يفرح بتوبتك وهو الذي ألهمك إياها هو أنت كان ممكن تتوب إلا لو هو تاب عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا هو أن تشبعنا طبط النهاردة لو كانت التوبة من عندك لماذا لم تتوب بالأمس لأن الله تعالى خلق إرادة التوبة الآن في قلبك إذا كان هو الذي ألهمك لماذا يفعل معك ذلك ولماذا يقبل توبتك وإن كان سيقبلها لماذا يفرح بها هذا معنى يحتاج ارجعوا لقصة المرأة التي وجدت طفلها ستعلمون شيئا من هذا المعنى وهذا قياس الفعل على الفعل لا قياس الفاعل وإلا فأوصاف الله تعالى لا يمكن وصفها بكلامنا إلا بكلام ربنا تبارك وتعالى هذه المعاني أيها الأحبة ترجعك إلى شيء مهم وهو آخر ما أريد قوله إذا كان الله بهذه العظمة وكان بهذا الغنى وكان بهذا الفضل بحيث يتوب علينا فماذا نفعل نحن تجاه شريعة ربنا تبارك وتعالى شريعته يعني إيه يا جماعة شريعته ما معناه شريعته يعني الشيء الذي ارتضاه الدين الذي قال من فوق سبع سماوات ورضيت لكم الإسلام دينا قال لكم أريدكم أن تعبدون بهذه الطريقة ما بالنا ما بالنا نتفكر إحنا بنتأمل في إيه إذا قال الكبير قولا هل نحتاج إلى أن نتأمل هل نحتاج إلى أن نستفتي هل نحتاج إلى الناس على الشعب كل مسلم منا يضين لله تعالى بطاعته ولكبريائه والخضوع لعظمته فكيف إذا قيل هذا كلام الكبير هنا نرد عليه إرادات ونتكلم نروح نيجي العظيم سبحانه وتعالى يمدغي أن تقابل شريعته بالانقياد وبالإذعان له سبحانه وتعالى إذا بان لك أنها شريعة إذا بان لك أن هذه شريعة الله فليس أمامك إلا أن تذعن طب لو ما أذعنتش يعني هعمل إيه هروح فين إذا استطعت أن تذهب في ملكوت السماوات والأرض إلى موضع لا يأتي الله بك فيه فاذهب إن شئت لكنك لو ذهبت إلى أي سماء ستكون ملكا له وتحت قبضته وتحت سيطارته لا تستطيع أن تهرب منه أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عبيدا له وأن يوفقنا لطاعته اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفقنا لكل خير واجعل مآلنا إلى خير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اكتبنا في العام المقبل من حجاج بيتك الذين تقبلوا توبتهم ولا تردهم اللهم اجعلنا من المحبين لك العاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على الوجه الذي يرضيك اللهم إذا أخرجتنا من الدنيا فأخلنا جنات النعيم اللهم أدخلنا جنات النعيم نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة اللهم اصرف عنا عذابها فإننا لا نصبر عليها اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم أدخلنا جنتك ووفقنا لمرضاتك أنت ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأشكر لكم حسن استماعكم وأعتذر عن إطالتي وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم